في البداية ذكرت لما اقتبست الآية من رسالة بولوس إلى أهل كولوس الإصحاح الأول وذكرت أنه من خلال عملية الخلق عم بحارب بدعة لبدعة الغنوسية شو قصت من هذه الفكرة؟ الحقيقة بدعة الغنوسية كانت تقول الغنوسين أنهم أصحاب المعرفة كانوا يقولون أن المسيح ليس هو الله لكن هو انبثاق من انبثاقات الله إشعاع من إشعاعات نور الله وهو الإشعاع الأكبر والإنبثاق الأكبر فهو مخلوق من الله ثم أوكل الله إليه بعملية الخلق إذن المسيح مخلوق ثم أوكل له عملية الخلق كما يزعمون ده كلام مين؟ ده كلام الغنوسيين فييجي يقول لنا الرسول بقول لسؤال لا ده هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وسر فيه أن يحل فيه كل الملء لأن فيه حاجة عندهم اسمها الملء الملء حيث تصل إلى المعرفة الكاملة عن كنه القدرة الكاملة في الكون اللهم هذه القدرة الكاملة في الكون هي الملء كانت في المسيح ففي هذا الجسد جسد يسوع المسيح الإنسان يسوع المسيح مش كان يحل فيه إشعاع من إشعاعات الله أو انبثاق من انبثاقات الله لكن كل بهاء مجدى الله كان في هذا الشخص كان يحل فيه كل الملء وهذا يضحط فكرة الغنسيين التي تقول أن المسيح هو منبسق من الله مخلوق من الله وأوكل له عملية خلق باقي الكون وطبعا حطوه في مصاف الملائكة لأنه بعالج هذا القضية أنه فيه خلق الرياسات والسلاطين والكل وباعتبار أنه المادة شر يعني أنه عاوز يوضح فكرة يعني وأنتم فيه يحل كل ملء اللهوت كسديا جسديا فعاوز يقول لا الكلمة صار جسدا مثل ما طبعا بحاول يوضح لأصحاب المعرفة لأنه هذا يعني العاوز أصل له أخيات أنه الأمر ما تغيرش سواء في القديم من خلال هذه البدع إلى اليوم اللي بتنكر وبترفض أنه يسوع جاء في الجسد بتنكر الآب والابن مثل ما بيتكلم من رسول يحنى فلذلك بترفض اللهوت وبترفض الفداء تمام بدم المسيح بموته على الصليم بنصوص صريحة يحاولون رفض إنكار لهوت المسيح ويختزلون هوية المسيح في كونه مجرد إنسانا أو نبيا وأيضا ينكرون كفارة المسيح وهوية المسيح كابن الله أو هو الله ظهر في الجسد وكفارة المسيح هما القاعدة الأساسية للقبول أمام الله عمل المسيح وشخص المسيح اشتركوا في القناة